موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله والبركات أسأل الله تعالى أن تطيب لنا وللأمة الأوقات وأن يفرج الله عن هذه الأمة الأزمات والقربات سلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى أسأله تعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد والقول الحكيم الفصل يا رب العالمين وبعد فمرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا الدنيا بالدين إذ لا صلاح للدنيا إلا بهذا الدين أعنا ربنا أن نحقق هذا واقعا في حياة المسلمين اللهم أمين لصالحهم ولصالح الإنسانية والناس أجمعين أن يكون هذا الدين هو المهيم لصالح البيئة الكونية والبشرية برمتها إقصاء الدين شقاء على العالمين والله لأن رب العالمين ما أنزل الدين على خاتم النبيين إلا ليكون رحمة للعالمين فإقصاءه إقصاء عن الرحمة إقصاء بالرحمة عن العالمين فيا من تحاربون هذا الدين أعتقد أنكم تعون ما تفعلون عربا عجما أجانب كل يعي ما يفعل ما في حد يقول أنا ما كنتش فاهم اللعبة لا لا عذر لأحد يحارب هذا الدين لا عذر لك لا في الدنيا ولا يوم الدين وبعد دائما نبدأ بخير الكلام وما زلنا مع قصة الملأ من بني إسرائيل أو قصة طالوت وجالوت كنا مع الآية الرابعة من هذه القصة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وقفنا هذا فمن شرب منه فليس مني ونقيضه ومن لم يطعمه فإنه مني والاستثناء إلا من اغترف غرفة بيده فهذا مسموح غرفة باليد أو باليدين زي بعضهم بيده باليدين فهذا مأذون فيه أريد أوقف عند هذه النقطة ما يعني عدد المرات التي تعرض فيها بنو إسرائيل للهزاد بهذه القصة تحديدا لا على مختلف السنوات لا وإنما هذا الحدث بالذات مش على مدى سنوات لا على مدى ساعات أو أيام قليلات أول يعني هزة تعرضوا لهم جئين يقولوا يا نبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا نقاتل هذه خطوة رقم اثنين خطوة رقم واحد أن يفرض القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا تخطوها جد هذا الدين ما في لعب يا مويا جئي تكلموا مع نبي عليهم جميعا الصلوات ما بيتلعبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولا مع رب النبي على الأنبياء جميعا الصلوات وتعالى جد ربنا عن عن مثل هذا الهزل إنه كنا بنمزح كنا بنضحك كنا بنلعب لا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما في استهزة هذا دين هذا جد يا بويا قول فصل ليس بالهزل فلما كتب عليه إذن هذه الهزة الأولى أو الغرب بالأولى سقط جل من جاءوا يطالبون بتعيين ملك وقائد يقودهم للقتال مقبل ملك وقائد يقودهم للقتال لابد أن يفرض عليكم أولا القتال الخطوة التالية أن يعين لكم القائد والملك إذن الهزة الأولى في الغربان سقط قول نص الناس ثلثين الناس إلا قليلا يعني معناها الثلثين سقطوا إن الله قد بعث لكم الهزة الثانية أو الغربة الثانية طالوت ملكا قسم منهم أدار ضاره طالوت ليس بن عشائر ولا وراء حمولة ولا وراء رصيد وأرصد في البنوك ولا عنده جاه معتاد ولا إلى يعني هذه الهزة الثانية الهزة الثالثة عندما ابتلوا بالنهر شربوا منه إلا قليلا إذن قليلا قليلا من هذا القليل ثم قليل من هذا القليل يا الله يعني كل غربلة عم بتسقط عدد معتبر من بني إسرائيل فعلا شعب ساقطوا الهمة كيف ذولة حكموا في الأمة وهم ساقطوا الهمة افهمها لوحدك افهميش ولا يش لوحدين سهلا يا بويا سهلا يعني لولا الخيانة ساد الناس كلهم لولا الخيانة لو ما في خيانة أمو بتمكن هؤلاء من من رقاب الشعب العربي والأمة الإسلامية والعالم الإسلامي طولا وعرضا يستحيل طبعا يستحيل طبعا يعني هاش معادلات رياضية وكيميائية وفيسي لا لا سهلة 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 لو لأنهم مخترقون ما كان الذي كان مختصر الكلام فلما جاوزه النهر يعني هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يعني شوف كم غرب له كم تساقط على الطريق عشان تعرف أنه يعني الحماسة الظاهرية لا تنبئ بالضرورة عن مواقف عملية إذا امتحنت ثبتت وأثبتت أنها تعني ما تقول وتقول ما تعني بالغرب لا نكتشف من هم الثابتون والصادقون نسأل الله لنا ولكم أن نكون من هؤلاء إن شاء الله إذن النخبة من النخبة من النخبة الخلاصة من الخلاص المهم ذول لما برزوا لجالوت وجنوده لما خرجوا من النهر قالوا لا طاقة أنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم كم للتكثير كم مشتر الاستفهام وتجوز الاستفهام لكن هنا المغصود التكثير كم أي كثير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوتا وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الآن صرنا في المواجهة ما في مجال لا لتراجع ولا لغيره الآن ربنا هذه صفوة صفوة الصفوة يعني خلاصة خلاصة الخلاصة نخبة نخبة سمي ما شئت ذولا اللي صفوا مع هذا القائد قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا نوقف مع هذه الآية السابقة كلمة كلمة نحاول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت رأينا في الفوكس في الكاميرا مركز الآن على داود ما سمعنا شئ اسمه ما شفناش من قبل إنما الآن أخذ المشهد إذن بدأنا مع نبي بني إسرائيل ثم ركزنا اللي سميته انتقال الأدوار شئ الأجيال إنما الأدوار لهم جيل واحد كلمة كلها أسبوع يومين أي أن كان بينما جمعوا طلعوا وتمت المواجهة والمعركة يمكن ساعات لكن هذه المقدمات أخذت أيام الآن رأينا في الفوكس في التركيز في البؤرة الحدث داود إذن النبي طالوت الآن التركيز على داود شفر القرآن ومنهج القرآن العجب كل هذا الكلام صفحة بنكتب فيها مجلد والله نختصر جدا 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 يعني ويمكن نحتاج الحلقة هاي واللي جاي وما قلنا شيء والله إذن داود آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين نوقف مع بعض المشاهد مثل ما قلت الربط بين الامتناع عن الشرب من ماء النهر وفلسفة الصيام انتو نسيتوا انحنا في سورة البقرة اللي فيها كتب عليكم الصيام وفيها كتب عليكم القتال وعلى بنسل فلما كتب عليهم القتال السورة نسق الصيام والآن ممنوع الشرب من من ماء النهر والجو حار مرة أرى إخواننا الحار تماما ومع هذا يقولهم ممنوع الشرب منه إلا غرفة باليد في الظاهر أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب طيلة النهر هذا الظاهر والباطن الذي يطول ليصل في الصيف حوالي 16 ساعة من الامتناع عن الطعام والشراب والإمساك عن كل هذا 16 ساعة بالحر اللاهب وهذا ظاهره إضعاف للجسم يعني عمل سلبي بحق هذا الجسم آكذا التحليل الظاهري بيقول وقد يكون ذلك كذلك ولكنه تقوية وتعزيز للإرادة ذلك الصيام تعزيز للإرادة وضعف الجسم أمام قوة الإرادة ولا شيء ولا شيء أنت إرادة فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت بإرادتك أنت بروحك أنت بعزيمتك أنت بمعنوياتك أنت بمشاعرك أنت بتصميمك أنت مختصر الكلام بإرادتك فالصيام رفع الإرادة والامتناع عن الشرب من ماء النهر رفع الإرادة عطش البدن ولكنه أعلى من شأن الإرادة وفحصنا الرجولة والثبات والصبر والاحتمال واللي ممكن يصمد من اللي ما يصمجش اللي شرب من الماء كرع كرعا قلنا له عمه إحنا هون مش مرعا الحق بأهلك هون روح عند عيالك كله يشرب وكله بطيخ بصف إنما لا ترافقنا في الجهد وكذا الإضراب عن الطعام الذي يقوم به المساجين والمعتقلون لدى هذا الشعب المجرم أي شعب مجرم أنا عارف شعب فيه شعب مجرم محتل أقصانة منهم لا تقول مجرم يا سيل شو أقول فهمونا إحنا بين وبينهم يعني الصراع ما شاء الله طبعا الآن ما في أحد بيقول عن إسرائيل عدو إنما إحنا على بعضينا العدو قطر عدو وعلم قطر وتركيا عدو لسه ما عملوا لها شغنية علم تركيا وشنا وحماس عدو وغزة عدو والمقاومة عدو والمتدينون عدو شفت إخواني هذا الفرز الشيطاني احكي في العرب عن المهم خلينا مضونا إذن بيطلعين أصواتنا شاز أحيانا والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك يسلم ثمك وخليك لأمك هكذا طلعت معاك الآية وهذا المضرب عن الطعام يلقي بنفسه للتهلكة هو لما تصل للتهلكة بيأكل بيشرب ما يبقيه حيا تخفش عليهم إذن إضراب المساجين عن الطعام شكله ظاهره إضعاف للبدن لكنه في الحقيقة ليس ضعفا إنه تحدي الضعف مش ضعف أنا أتحدى ضعفي أضرب عن ضرورياتي مش احتياجياتي لا عما فيه حياتي أضرب عنه وفيه حياتي من أجل أن تعلو إراداتي وإرادات إخواني تعلو الإرادات على حساب الأمعاء الخاوية وعلى حساب العطش والجوع تعلو الإرادة ولو كانت المسألة ضعفا وإضعافا لماذا يترنع العدو من هذه الممارسات ويضطرب ويهتز ويختلج ويخاف لماذا ما حد مات تقول لي عشان بموت الناس والإعلام العالم العالمي عند أيديهم يا عموه لكنه بيعرف أن هذا الضعف اللي صار إليه المساجين هيج معنويات الناس تعاطفا وتآزرا ومناصرة ودعما وتأييدا هيج معنويات الناس ما يبدو ضعفا أحيا أمة انتبهوا الإضراب حرام حرام هي عمي ما أحد مستفتيكم لك يا أخي لا تتبرعوا بالفتاوى المجانية الخنفشارية هذه الإضراب عن الطعام حرام خلي فتاوى لك ضبها بجيبتك فإذا كان ضعفا أو ضعافا ليه العدو انزعج منه وترنح أمامه بتلما سألنا ليه إذن ليس الأمر كما يبدو أنه ضعف وإضعاف بل هو تقوية وإلهاب والعدو يقاوم هذا النوع من المقاومة يقاومه بكل شراسة بشدد العقوبات بحرمهم من الزيارة حتى تفكوا الإضراب عن الطعام يعني هو حريص على أن يأكلوا ويشربوا طبعا لا إذن لماذا يريد أن يكسر إضرابهم ليكسر إرادتهم مش إنسانية هذا العدو ما عنده إنسانية عمه هذا العدو اللي عملتوا انتم بالميك أب أعزي الأعزاء عليكم أقرب القريبين منكم هذا العدو عديم الإنسانية عديم الرحمة عديم الشفقة عديم الشعور إطلاقا إذن لماذا في الظاهر ينزعج من هذا الإضراب عن الطعام أنا بقيس حتى نتضامن مع أسرانا الأعزاء أبنائنا إذا أضربوا عن الطعام ما تقعج الفتاوى المثبتة المعطلة غير الواعية ولا الناضجة ولا المدركة للواقع والصراع عموة الفتاوى مش حفظ نصوص في الكتب احفظ صمه تعالى احفظ صمه تعالى لا مش تحفظوا تصمتي لا تفهم الواقع والوقائع والتفاصيل ما حكم الصلح ما حكم الصلح مع إسرائيل راحوا يدوروا في الكتب المؤلفة قبل ألف سنة يا فرحتي وهذا مخلوق ليه يا يا سادة روحتي على الدور على كتاب ابن مفلح ولا بن مين قبل ألف سنة مؤلف وتقرى لنص إذا ولي الأمر وجد مصلحة تن مصلحة وين وين يا علماءنا وين مصلحة ما فيش تن ما تقول لي تن مصلحة ما في مصلحة وبدأين بعد طبق مصطلحات انتو ولي الأمر وين وين المصلحة وين وين فتاوى النقل والحفظ مش الاجتهاد والفهم عظم الله أجرنا وأجركم حفظ يحفظ الحافظ الله يحفظك إن شاء الله ما إن شاء الله كما حفظك كتب الفقه أنا كل حال بل هو يقاوم هذا النوع من المقاوم بكل ما أوتي من شراسة مع أن في ظاهرها تضعف هؤلاء المساجين لا بل هي تقوي إرادتهم والمقاومة إرادة والقتال إرادة والعبادة إرادة والعلم إرادة والأمم تنهض بالإرادة وإحنا منحط وضعنا لأنه ما في إرادة ما في إرادة تجمع الناس على هدف واحد ولذلك الناس تتدهده من منحدر إلى منحدر إذن فجر هذا الإضراب ينبيع قوة الروح والعزيمة والإرادة والهمة وجعل ممن قام بفعل الإضراب رمزا شعبيا يهيج عزائم الشعب أمام هؤلاء الرموز في مواجهة هؤلاء الأعداء أصبح دولة المضربون رموزا هيجت مشاعر الشعب وعبأت الناس للمواجهة والمقاومة يرشقون هذا العدو بالحجارة مدام الأسلحة في المستودعات يبقى معنا محجارة المولى الخالق نستعملها نعمل إيه الأسلحة دفعنا فيها دم قلبنا الشعوب مكدسة في المستودعات الله يديمنا المستودعات إن قصة الملأ من بني إسرائيل تفتح عيوننا على خبيئ غني مكتنز من المعاني والفكر لمن تفكر والدكر وأعمل عقله واعتبر ولمن تأمل ونظر إنها لمست أزرار مفاتيح القوة في النفس الإنسانية وأبلغ من المثل الذي ضربناه بالصيام والإضراب عن الطعام الشهادة والشهداء أليس الموت غاية الضعف ومنتهاه وهو الفناء وانعدام الحياة لكن ديننا علمنا شيئا آخر أن هذا الموت وفاتحة الحياة الخالدة الهانئة الرغدة الطيبة فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن تلك البقرة وهذه أهل عمران مش فاهم ولا تقولوا سورة البقرة طيب ولا تحسبن الذين قتلوا سورة أهل عمران طيب شوه يعني آه سؤالك في محلهم سورة البقرة تؤسس والبقرة وآل عمران تعلي على ما أسست تلك بناء منهجي ولا تقولوا تهديب اللسان سهل إنما الآن ارتقينا في آل عمران نهذب الوجدان والتصورات السلام ولا تقولوا مرحلة ولا تحسبن مرحلة أعلى منها شوفوا المنهجية والتراتب بين الزهراوين ولا تقولوا ولا تحسبن الذين قتلوا إلا بدنا نضب التصوراتك ونهذب هذه المعاني والفكر والخيالات والتصورات في داخلك نضبطها فلا تتصور أن هؤلاء فنوا لا بل هم أحياء هنا قال ولكن لا تشعرون إنما هنا فصل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وبصولكم من فوق ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الحقوا أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تخفوش علينا إحنا الآن مبسوطين خالص ولا أن لا خوف عليهم ذول اللي على الطريق أنا أعتقد المعنى شامل كله أن لا خوف عليهم لا ذول إن كانوا على الطريق ولا اللي مضوا إلى ربهم لا خوف عليهم ولا هم قرآن يا أبوها إخواني هذا معجزتكم الباقية والدائمة والمتنوعة واللا نهائية هذا قرآنكم إذن لقد قلب القرآن بهذه التربية وهذا الفكر موازين القوى في العقل البشري والنفس الإنسانية وفي الوعي والعلم والمعرفة والتعبئة وروح الجندية والتضحية والإقدام بلا تردد ولا ولا تباطئ والاندفاع بلا إبطاء لهذا هم يحاربون الدين وروح التدين لأنه يقلب موازين القوى والمعادلات إذن نحارب الدين خدمة للصهايين وللمعتدين وللمستعمرين ويجعل الضعيف الدين يعني يجعل الضعيف قويا لذا يحاربونه بتشويه المفاهيم وتصوير الدين والتدين مواتا وجمودا وتخلفا ورجعية وتققرا وعود إلى الماضي أزمنة الخيمة والناقة والبعير والصحراء والجفاف نحن الآن في نعيم ورغد أهلا نعيم نعيما نعيم فعلا المجانين في نعيم والله إلا الله كنا نريد أن ننتهي لكن يبدو نحتاج إلى حلقة أخرى مضى الوقت وما قلنا شيئا أسأل الله تعوني أن نكون أوصلنا فكرة إنه عدم الشرب من النهر اختبار للإرادة وإن بدأ أنه ضعاف الجسم وقسنا عليه الصيام والإضراب عن الطعام والشهادة التي يقدمها من يقدمون أرواحهم فداء لدينهم ولأوطانهم نعمل حاولنا أن نستعجل ما أمكننا لكن ما أمكننا أن ننهي هذه القصة في أربع حلقات إذن ننتظر لقاء الوجوه الكريمة في حلقة خامسة وتعريف بكتاب الأستاذ العجلوني تكلمنا عن كتاب سأل لكن هذا الكتاب أضخم وأزخم إسلام ومسلمون أعرف به إن شاء الله إما الحلقة القادمة أو التي بعدها كونوا على انتظارنا للتعريف بالكتاب لكن كونوا معنا في الوسط الثاني بعد فاصل قصير يسير نتكلم عن قضايا كثيرة بدءا من ذكرى السشهاد سيد قطب والحرب على الليارة التركية بل على الأمة بأجمعها من خلال الحرب تركية وقضايا أخرى كثيرة كونوا معنا اخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا نتكلم عن ذكرى السشهاد الأستاذ الكاتب الأديب المفسر المفكر الرائد سيد قطب أنت متعصبين يا عمو متعصبين ليه في شيء اسمه حقيقة موضوعية شئنا أم أبينا أحببنا أم كرهنا متى نتعلم هذا الكلام متى متى يعني أنا أقرأ لهيكل منذ أكثر من نصف قرن بعض الشباب يقول يا أخي أنت عايش في غابة قلت له يا الله على طريق الطرزان عايش في غابة مرة واحدة يا أخونا أنا بسمع حديثه من قبل ستين سنة والله مع أني أعلم أنه ملحد بلا دين عدو للإسلام والمسلمين أحد صناع عبد الناصر اللي دمر الدنيا بل نهض بالأمة وصلنا للنجوم شوفت عينك نهض بنا على وان يا أبو خلي المهم وهو اللي ورى الانقلاب أو منظر للانقلاب وهو من أوحى لبشار الأسد بعسكرة الثورة مع بعض الدول العربية وانت فاهم لما ورطوه مدمروا البلد فهو أحد نصح لا نصح الله له كوني أعلم هذا الكلام وغيره وغيره من أن أعلم عن هيكل ما لا يعلم هؤلاء المساكين يعني أغلب كتبه من فضل الله عندي أغلب كتبه قريتها مرة وثنتين خطير جدا هذا الرجل خزان معلومات لا تتح لي ولا لك ولا غيره وغيرك قابل أكد أغلب زعماء العالم الحب شيء وأن يعني أنا قلت له أنا أقرأ لي ماركس مثلا لأني ماركسي ولك لا أقرأ لي فرويد لأني من جماعة الحيوانات لا لا أقرأ لي زعماء الفكر الصهيوني كيسينجر شيطان مقرالوش أه أخواني هذا الفكر المتخلف لن أقرأ لمن وبعض المسلمين يقولوني سيد قطم هذا هذا سيد ما هو ما له ما هو مش عاجبكم أنا هنقع نشتغل على الفراسة سيد مش عاجبكم محمد مش عاجبكم محمد قطب أخوه وفلان مش عاجبكم الغزالي مش عاجبكم أنا معني نقرأ لي من إذن أقرأ لي من إذن ما ترون أنتم أي لا خلينا بموضوعنا الله يصلح الحال تسعة وعشرين ثمانية خمسة وستين إعدام سيد قطم رحمه الله بدعوة تآمر وتدبير القلاب وكله كذب وافتراء من انقلابات لكم عمه وبعدين إذن انقلاب عمل خسيس انقلبت لي قال لي ده مش انقلاب يا مولاني ما يقوليش مولاني لا يا محولك يا أهبل يا شيخ يا مغفل شكرا ده مش انقلاب ده ثورة أمريكا قالت ثورة شعبية ساندها الجيش يسلم تمك يا ماما أمريكا ما شاء الله هذا ثورة شعبية ساندها شوف لما يكون بيشتغل المشروع لمشروع الصهيونية بيتلاقي المديح جالوا على طول بالصاع هيل بلا كيل لا المهم ما دام من انقلاب شي وزخ من انقلب من زمان الثورة محمد نجيب ومجموعته ما دام من انقلاب عمل مرذول أن تسيد من انقلب أنتم من بدأ سنة الانقلامات طبعا سوريا حسن الزعيم انقلاب أمريكي أتوا بعميل لأمريكا ثم كرت الانقلابات بمعدل كسر تشهور الانقلاب لما جاء لأسد وقفت الانقلابات بقدرة قادر سبحان الله شو بدي يساوي لك وقفت الانقلابات لأنه وجدوا عمو العميل مش عميل هذا وطني وطنك أخ متى يكون عندنا مقاييش نعرف العميل من المخلص من الدعي من الزنيم من الزعيم متى متى حسرة في القلب متى نفرز الخلق متى فاكر اللي حطوا البساطير على رأسهم وباس المصطر باسوا البيادة الان بدوا يشكوا يشكوا من القوع العيال قاعت يلا ها الاسلام تعطل الديني رب يحمي أنا أنا مسؤول عن عيالي العيال قاعوا ها ما سكوتش أحسنت أحسنت وين راحت تقبيل البيادة وضحها على الرأس راحت فين آل انتبهنا الحمد لله على السلام انتبهنا بعد خراب البصرة وخراب مالطة وخراب الديار وخراب الأوطان انتباه في غير محله على كل حال السيد كان بتبع انقلاب الانقلاب عن مو ملك الجيش السيد لا عنده جيش ولا عنده قوة على كل حال كذب في نفس الفترة في ذكرى استشهاد سيد يحكم صفوة عجازي الأستاذ الجامعي والمفكر والداعية على مستوى العالم الإسلامي كله يحكم بالإعدام ليه برضو كان لآخر بعد انقلاب بعد انقلاب أمو الانقلابات لكم يا بوي للعسكر للعسكر مسكين البلد بقبضة من جمر من نار من حديد دعسين على البلد بجزمة لانقلابات لكم يا بوي أمريكا معكم إسرائيل معكم صهيوني معكم لا تخدعوا الناس احنا ضد دامارسي كان يشغل مع إسرائيل والشعب يسد لأنه شعب عقله في أذنيه الله يرحمك يا أحمد شوق عقله الشعب فيه أذنيه أنا بقول مرسي كان إيه كان إيه دلوقتي فيه والله من تفاهم حاجة والله من تفاهم حاجة مولانا مرسي عميل لإسرائيل لكن اللي بعت رئيس وزراءه هشام هشام قنديل تحت القصف إلى غزة ولن نترك غزة وحدها في زعيم عربي قالها لن نترك غزة وحدها ويزعم عربي قالها لغاية الآن الشعب صور مرسي عميل لأمريكا وإسرائيل وإنه لأتل الناس في الشوارع أيها مولاني حماس طلعت من غزة أه أكمل عشان نفهم وأتلت الناس اللي في الميدان حماس محسوب على الإخوان والناس اللي في الميدان محسوبين على الإخوان يبقى طلعت غزة حماس يعني واحتلت القاهرة ومصر كلها وقتلت الإخوان في الميدان فهمها للشيطان بفهمهاش فهمها لأي إنسان بفهمهاش للجان بفهمهاش يعني كيف ماشي على الشعب زي الحلاوة إذن سيد أعدم لي كان بيضبر الانقلاب الانقلابات شغل نتكم البركة فيكم ما خلتوش لحد فرصة لا انتخاب ولا انقلاب أنتم ماسكين الدنيا كلها ما شاء الله عنكم إذن كان يعد للإطاحة بالانطاحة إنما حكم سيد كأحكام أتاترك على النورسي وجماعة النورسي إنها حملة على الإسلام في تركيا ومصر وفي كل مكان يا بويا كان السجن والإعدام معدا لكل من يريد عودة الإسلام عبد الناصر كان شغال مع أمريكا لك لا يخدعوكم الملك فاروق قتل البناء في يوم عيد ميلاد الملك فاروق هدية عيد ميلاده عملنا له حفلة وسنة حلوة يا جميل يا فاروق سنة حلوة روحهم قال مهم كانت هدية عيد ميلاده إنه جبنا لك رأس البناء على طبق والإنجليز يحكمون البلد والملك فاروق إذن مين عميل للاستعمار منه فاروق ولا البناء عبد الناصر ولا اللي بيتباحهم عبد الناصر عموه فاكر فضيح يتلافون ما سمعنا شفيه دي بتطلع أيدي آه بتطلع أيدي صار فيه تفجيرات في القاهرة محلات بن زيون وشيكوريل وعدس دولة محلات يهود بن زيون بن صهيون وشيكوريل يهودي وعدس محلات يهود ضرب كم محل من محلات اليهود فلاحقوا بعض المجموعات مسكوهم طلعوا يهود آه فعبد الناصر اتصل بأمريكا قال له منا مسكتي اللي عملوا العمليات طلعوا يهود قالوا لبث قليلا تريد إيه رأيك نعمل نحلها وسط نخلص من عدونا وعدوك ونقول اللي عملوها الإخوان المسلمين أه الله منتهى القمال من عم قمال فلزقوها بالإخوان المسلمين واللي عملوها اليهود عشان يهجروا اليهود من مصر لإقامة الوطن واردي هجر المصريون نصف مليون واليمن نصف مليون والعراق نصف مليون والمغرب نصف مليون قامت إسرائيل وطردناهم بالشلوت شفت إخواني كم إحنا كنا في غفلة ونايمين وامتربس على عقلنا بالشلوت طلعنا عما طلعتهم ليقيموا دولة إسرائيل نص مليون من كل بلد اثنين مليون قامت الدولة آخ متى نفهم هاي فضيحة لافون الخلاصة مشكلتنا أن الأمة حتى الآن لا تعرف من معها ومن ضدها عبد الناصر ما زال بطلا للعروبة بطلا نهض بالأمة نهض لك وين وصلنا إذا نهض بينا وين وصلنا إذن لا انقلاب إلا بقيادة العسكر في ذكرى إعدام سيد بن قول سيد قطب الذي عاش بربع رئة يكتب عنه على التنطاوي رحمة الله عليهم جميعا قبل ثمانين تسعين سنة بيكتب أقرأ ما كتب قول بهبت أزور الأستاذ الزياد أحمد حسن الزياد معروف رحمة الله على الجميع أحمد حسن الزياد أديب أقرب إلى العلماني لكن أديب من أرفع أدباء اللغة العربية وعلي التنطاوي متيم بالأدب والكلمة واللغة مغرم لغة رحمة الله عليه أستاذنا جميعا أستاذ جيلبي أكمل على التنطاوي مصري ولا سوري لا سوري لكن أخواله من مصر محبي دين الخطيل كنت أزور مكتبة دار الفتح اللي طبع فتح الباري شرح صحي البخاري من أوائل من طبعوا هذه المكتبة هذا خال على التنطاوي كنت أشتري منه والله كثير من الكتب وأزوره بين الفينة والفينة هذا خال على التنطاوي المهم أخو أمه كان يركب من دمشق بالقطر إلى حيفا ومن حيفا إلى إلى القاهرة بالقطار القطار العثماني اللي احنا دمرنا الدولة العثمانية ونصرنا بريطانيا بس هي بس هي بس هي بخلص بس بس هي بيقول عنه ذهبت لأزور الأستاذ زياد فوجدت عنده شابا أسمر لطيفا هادئا تبدو عليه سيما المسالمة والموادع والإناس فقال لي زياد أعرفك بالأستاذ سيد قطب هذا الكلام قطب مثل ما قلت سنة الثمانية وعشرين حواليها يعني حوالي تسعين سنة قول ثمانين سنة عشانك بقول التنطا والله يرحمه بقول يعني لو حطيت ألف احتمال بطلعش سيد هذا إنه هو سيد واحد من ألف قال له عمه مش معقول أنت سيد أنا رسم لك في ذهني صورة مختلفة تماما هذه الوداعة والمسالمة رجل بربع رئة عايش أديب فذ مفكر عملاق مفسر كالظلال في القرن العشرين ما صار ودعك من الذين قالوا الظلال في الظلال دعك منهم دعك منهم فهم قوم متشنجون لا موضوعية لديهم دعك منهم وتعصبا يا منهم وجماعتهم يا إنه بكفروك أنت واللي جبوك أقول إذن هذا اللي شاهد له الطنطاوي بالوداعة والمسالمة عاوز يعمل انقلاب يعمل انقلاب بيه عنده جيش سيد قطب ميت بربع رئة عايش تركوه بمدلقة لك لا هنكسبوا الشهادة تزعلان ليه مولاني تزعلان على الضمم إنما شيد سيد إن شاء الله ربح البيع ولو أراد سيد قالوا ما سكتب استرحام من عدل ناص قلهم الكلمة اللي تحافظينها هذه اليد اللي تشهد لله بالوحدانية لن تكتب كلمة تسترحم بها طاغية احق الموت أهون عليها لو أراد سيدي وقرة عيني وعفو عني وأنا انت غلطان يلا اطلع دلالة إنه ما عندوش قضية فقط حرب على الإسلام خدمة لأمريكا حجي هذا الرجل ضد أمريكا شيخي أهبل والموجود حاليا المهضد أمريكا مش أول ما جاء قال خلصنا البلد من حكم الإخوان الأمريكان وقبل يومين والله شوف محطة مصرية جابا يعني الخلفية هيك وشعارات أمريكا وبيقلبوا عليها صور مع محاكف وبديع والبلتاجين يعني كلهم عملاء لأمريكا أمان انتوا إيه إذا هذول عملاء لأمريكا أمان الموجودين في سدة الحكم دلوقتي يطلعوا إيه ممكن تقول لي يا ضنايا انتوا إيه انتوا مين والخط اللي يكون بين الصهيونية مفتوح والابتسامات وشكري ما شاء الله سامح شكري على آخر المزاق هو وإيه عم نتنياهو متى يا شعب يلي عقله فيه أذنيه نصحة متى إذن سيد قلت فكان عاوز يدمر البلد أنا بقول كده من الصبع آه خرب بيتك سيد يا أمة الغفلة صاحب الظلال هذا اللي كتبوا في السجن والله نفحات علوية أقرأوا من فضل الله من الإعدادية كان يطلع يعني كراسات بها الحجم فأشتريها بقروش كانت والقروش قديرة طبعا لكن أقرأ والله أشعر وانا أقرأ بأنه أطير في الأثير والله إعدادي بدأت أقرأ الظلال من فضل الله وهو الذي وجهني نحو التفسير قلت عن تفسير القرآن ما في بديل يا خدمة عسكرية إذا فيش تعليم يعني قلتنا ما بين أذهب ضارفل في الجيش خدمة عسكرية كان برضو يعني هوايا إما تفسير أو عسكري ضابط في الجيش كان عندنا يعني اللي بتعلم جامعة بنتقل للجيش فورا بخش ملازم أول على طول الخط كنا فرصة يا الجيش يا التفسير بالذات يعني الشريعة خطوة نحو التفسير ومن فضل الله واجهة حرب يعني إلا التفسير قلت وانا برضو إلا التفسير يعني هم عاوزين ودوني أي شيء إلا التفسير ودوا واحد مكاني في التفسير إزميلي في الدراسة أخ حبيب كنا من فضل الله يعني أكثر من إخوة المهم قال لي جاينا أول ما قال لي من الأردن قلبي طار وتعرف فلان يعني تعرف أحمد المهم فقال سكت طب وبعرفش مش طري كل واحد في الأردن يعرف فلان يعني قال بعرفك آه بعرفكش بعرفوش سكوته جعلني أشك فيه قال الله ما أنت نظيف قالت أموه احمل أوراقك والله لن تدرس التفسير راح تسجل في الفقه ورجعت إلى التفسير لك الحمد لك الحمد مولاي يا السلام رغما عن كل الحرب اللي إلي آه فالذي حبب إلي التفسير سيد قطب رحمة الله عليه الحمد على الإسلام عمو لا على سيد ولا على الظلال إنما هذا واجهة يتخفون وراءها إحنا مش ضد الإسلام ما تفهمونه غلط يا أم لا ما تفهمونه إحنا مع الإسلام آه بس إحنا ضد التطرف وضد الإرهاب والله أنتو الإرهاب نفسه والله والله آخ من إخوان سيد من ظلم سيد بدعوة أنه حمل فكرا متطرفا إخوان سيد أنتو عبئ على سيد وهذا غير صحيح بالمطلق وإنما هو من تشويه أزلام الأنظمة في العالم العربي سوء فهم التكفيريين لفكر سيد لا نحمله لسيد إن التكفيريين قال لك سيد قال في الظلال سيد قال في الظلال مثل مصطفى شكري وغيره شدخل سيد خطب في أمثال هؤلاء مجتمع جاهلي هم فسروها أنه مجتمع كافر هذه مصطلحات اللي بتعرفوهم منهم ما بعرف إيش أنت فاهم ونفاهم والكل فاهم نحط النقاط على الحروف ونتمش كاللو إيش خليها مبهمة وطايرة بالهوة مصطلحات مجتمع كافر وفلان كافر أنتو فاهمين مصطلحات مين ما بيش تفصل لك عشان ما عشان أنت فاهم هذا التفسير المغالط يحمل سوء فاهمهمهم وعبء ذلك عليهمهم لا على سيد رحمه الله ولا على دين الإسلام طبعا مفيد فوزي مفيد فوزي مفيد فوزي يطلع إيه يطلع مين ده راجل بتاع خمسة وتمانين سنة أقول كده قبطي وماله مواطن مصري برضو أنا مولتش عاجة لكن حاقد على الإسلام حقدا وفنان بتكلم الكلمة بلسع مثل العقرب ببنش أنه بلسع ناعم وطبعا يمجد الفنانين والفنانات عاد الإمام يا السلام معلم كل من يحارب الإسلام الثناء عليه فوق السحاب مفيد فوزي كتلا من الحقد تمشي على رجلين في ذكرى إعدام سيد مستضيف بعض المتشددين في عداوتهم للإسلام وعلمانيين من الغلاء إلى آخره وحليني بقى مفيد فوزي يردح من شقة وهذا بيردح من شقة وقول يا باسط وأنه من 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 علامة تكفير سيد قطب حاشا طبعا ليس كذلك كنا في القواعد أيام تم تسعة وستين عائدين والله من من جولة في الأغوار من المهم استطلاع المهم فأنا قاعد والله يعني مع مجموعة الدنيا ضحى نتشمس شوي فأبو عمر صلاح حسن رحمه الله مديده يسلم وشدني اللي احنا بدينا مع بعض وعاوزين نستشهد مع بعض رأيت الليلة في المنام إنه سيد قطب يقود قطار ونواقف على المحطة فوقف لي وحملني في القطار قلت له وكل من سمع القصة قل له إذن ستستشهد في يوم استشهد سيد قطب وقد كان وقد كان والله الموتلية كانت أي والله لكن سبحانك آجال يا ليت يا ليت والله ضاع كنز وبقيت قطعة ميشيلين يعني ذهب كنز والله أبو عمر رحمة الله عليه لا لا يوصف كل من عرفه بقول هذا رجل لا يتكرر خلقا دينا عقلا ذوقا حكمة حنكة خبرة تجربة فوق الوصف والله أصابتني الملاريا من البعوض وغيره فكنت روح في غيبوبة أحيانا ألاقي عند راسي والله قاعد مثل الوالد أصحاب ألاقي فوق راسي أروح في غيبوبة أفيق لقي كالوالد أو الأم الرؤوم رحمة الله عليه خرجنا معا لنستشهد معا فذهب هو والبرقاوي من كفر الما هذا رجل أيضا نسمة أثير وهي الكفر الما الكرام أحبابنا وإخواننا والله بيعرفوا منهم من أرجل وأشجع ما يمكن معنوب الأخلاق سبحان الخلاق وواحد سوري شرح بيل والله كنت موقن أنه هذا السوري شهيد تغدينا وننتظر تغرب الشمس وننزل فقلت له شرح بيل سامحني قال لي شيخي الله يسامحك ندور خمس دقائق أقولوا يسامحني متأكد والله أنه شهيد مثل ما أنا شايفكم هنتون لي شايفيني المهم شايفيني شايفكم شايفكم بقلبي شايفيني المهم وقد كان والله كنا نقرأ الشهادة في عيون أقولهم فلان وفلان وفلان بيرجعوش والله ما يرجعوش ما انتفاولت عليهم يا عمو دعك من كلام العجائز كنا نرى نور الشهادة في وجوهم يوحسموا صلاح الدين يقولون هذا مش ممكن يرجع هذا عايش في الجنة أصلا اي والله اي والله كنا نقرأ أهل الجنة سلفا والله عمر ظننا ما خاب واي إخواني الأحياء بيعرفوا هذا الكلام أقولهم المعركة بيستشهد ثلاثة فلان وفلان وفلان هذا انت جاسوس شكرا جساكم الله خير آخر تجاسوس طيب نكمل في حلقة في وصلة لا لا نكمل ندعوه لموضوع آخر هذا نكمله في حلقة قادمة لكن نكونوا معنا في الوصلة الثالثة والأخير نتكلم عن تركيا تركيا أصبحت أملا للمسلمين كونوا معنا اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم عندي قضايا كثيرة لكن أقرأك العنوين اتهام فتح لحماس بأنها تسعى لصلح من تحت الطاولة مع اسرائيل الله مين بيتكلم قال لي أنا السلطة الوطنية فلطنية هنا اللي هي الله مدد مين وقع عمه في كام ديفيد على الصلحة واتنازلته عن ثمانية اربعين منه اللي تقول لي حماس تسعى تحت الطاولة أنت فوق الطاولة وقعت وسلمته يا عم عباس اللي بيته من إزاز ما يرجم على الناس يا عم عباس خلي الأمور مشروعان يصطرعان نتكلم عنه في حلقات قادمة إن شاء الله ما هما المشروعان النهوض بالأمة أو ابقاء الأمة في حيز التبعية والإلحاق نبقى أنت شي سميته ظاهرة معصوم مرزوق حي معصوم بالزرق قال لك يا عمي مش حي معصوم واحد مصري سفير نائب وزير خارجية تكلم كلام وحمدين صباحي بعدين شرب حليب سباح بعد معصوم وقال من لم يخرج على النظام الموجود دلوقتي دواجب على كل مصر الخروج من لم يخرج من يبقى مش مصري ولا ولا حمدين صباحي مش معتدين منك هذا الكلام أنت كنت من أجلام من إيه أجلام النظام إيه اللي حصل اللي شربت حليب السباح المهم أشرف مرواني بقى نعمله وصلة طويلة هذا ذا زوج بنت عبد الناصر أعظم عميل للموساد باعتراف رئيس الموساد لا تقول لي عاوزين يلوسه الراجل يلوسه يلوسه بقول أعطانا معلومة قلبة كل موازين الصراع قال لنا حرب أكتوبر يوم ستة أكتوبر وليا باسط وليا باسط وليا باسط خلينا الآن الحرب على تركيا شف تدبير ربك سبحانه ترامب الآن في أوسخ حالاته في أضعف حالاته والحبل على رقبته إن شاء الله تعالى وأصبحت المطالبة بعزله ومثل ما توقعنا قلت كوهيم بلطشوه خمس سنوات والله هاي أحبابنا اللي المتصلين بيعرفوا قلتهم حيلطشوه خمس سنوات وإذ به يفاوض على قال لهم أقبل السجن خمس سنوات بقول الحقيقة آه يعني ديل صفقة أن يعطيهم المعلومات مقابل يكتفوا بخمس سنوات أما الحكم كان 12 سنة على الأقل بالديل بالصفقة صار حكم خمس سنوات وترامب الحبل رقبته والله كاتب من أكثر من سنة والله سنة ونص ولا كان أوراقي ما شاء الله عندي تلول من الأوراق قلت قدام ترامب حل أنه يصدر عن نفسه تحصين رئاسي وعفو رئاسي ويقدم استقالته هالطريقة الوحيدة أنا جاءت والله من سنة ونص سنتين كاتب هذا الكلام مش لأني لا 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 إنما بالقراءة والمتابعة الرجل من أول يوم قلنا لكم قطعا مرتبط مع الكي جي بي المخابرات الروسية وترامب قدام بوتن بالذات مثل الأرنب قدام ملكة بريطانيا وأي زعيم في العالم وش شايفه ملكة بريطانيا بشي قدامها كسر لبروتوكول وملكة بريطانيا واخذ مشدوها يونو مشدوها ملكة بريطانيا يعني هذه أقدم حاكم في التاريخ والجغرافيا 92 سنة حاكمة 72 سنة حكما متصلا ترامب بن مبارح تقري قدامها زي العنزة الشاردة وتسيبها يعني مهم يعني بقطع النظر أنه أنت رئيس منتخبه هي ملكة بالتوارث الكل بيعني بيحترمها لسنها لقدمها المهم فهو معنفس مع الجميع ما عادت بوتن بوقف قدامه زي الأرنب ولذات في الغرب بقوله أمريكا الشعب هو ماسك عليه حاجة ولا إيه قلنا هي كده بالإنجليزي ولا بالعربي هذا المهم كل خلاصة فترامب ممسوك لبوتن وغلت لكم من زمان صور ما يعني مش مجال نفصل لك والله من من سنتين ونقول هذا الكلام بوتن ماسك عليه ومذاله فيها كلهم جواسيس يا حاج يقول يا الله بوتن ضابط مخابرات أصبح رئيسا بيحكم بعقلية المخابرات بنته عندها ثروة خمسة مليار فساد مطلق وحاكم مطلق حط مدفيدف صبي عنده مرة رئيس الوزراء مدفيدف مرة بيصير بوتن رئيس الوزراء عشان أعماليه قال إنه ما استمرش رئيس دولة أكثر من دولتين بيسلم للصبي بتاعه ومدفيدف مش في الدنيا يعني مدفيدف تاع رياضة ومدلمين وأزياء وشمتها وهنا مش بتاع حكم فهو جايبه صورة بيحكم من خلاله يمكن بوتن رئيس وزراء مدفيدف رئيس جمهورية بيكون رئيس جمهورية والكل في الكل بوتن المهم مش موضوعنا الحرب على مش الليرة التركية الحرب على تركيا ولما ترمب في تغريدة قال سنخنق تركيا ليه وعشان قال عشان القسيس رجل الدين هذا له بتركيا 23 سنة يقود كنيسة في منطقة من مناطق تركيا مسيحيين يظهر على نفس المذهب الديني دربوا على كلمتين في المسيحي وله هذا ضابط استخبارات واحد الذين نهبوا العراق مصور نفسه مع ذهب العراق شفتوا الصور حامل قطع الذهب بيديه ثنتين امريكا اصابات لصوص كاوبويز الخلاصة بحارب تركيا لأنا عميلة للاستعمار بالعكس لتركيا انبارح اول انبارح الوزير الخارجية التركي والعما احنا مش ولاية امريكية بتعملون كأن احنا ولاية تاكساس ولا اريزونا ولا كنتكي ولا مش عارف مين لا احنا مش ولاية بتاعدكم ام بتحد ولك الشعوب كلها تتطلع الان الى تركيا بنظرة امل بنظرة اعتداد انه عسى رب ياخد باليد ويحفظ هذا البلد يكون رمزا للصمود والمقاومة والعزة والشموخ والاباء والانفة والاستقلال حنينا للاستقلال الحقيقي وليستقلال المزيف احنا دول مستقلة ما تستقلوناش احنا دول مستقلة ما تستقلوناش ناش استقلوناش استقل مين مصدى يا عم الشيخ انه في عالمك العرب فيه مستقلة وين هالمستقلة فالتركيا خرجت عن الطوق ولذلك كسروها ورجعوها لبيت الطاعة مشكات الليرة التركية انما هم يعرفوا انه من فشل اقتصاديا سيفشل سياسيا واذا رجعوا الليرة التركية مثل عهدة لا لن ترجع باذن الله انكسر الحاجز وانكسر الطوق من فضل الله والليرة التركية حافظت وتماسكت وبدت تستعيد قوتها شيئا فشيئا الاهالي صار يحرقوا الدلر ويحرقوا الايفون فايف سبن يحرقوا حرق ويشتروا من صناعة بلدهم لان وجدوا رئيسا قال لهم كلمتين صدقوه نفسي نلاقي في العالم العرب وحد يقول كلمتين وناس يصدقوه ويطبقوا ما قال يحرقوا الايفون دافع فيه سبعمية دلر والله ما اعرفش ما بهمنيش هذا المهم الخلاصة ويحرق الدلر مش عاوز دولاركم اشتري عملة بلدي فصمدت الليرة وثبتت وارتفعت وعادت دورتها من فضل الله تعالى اصرار امريكا على الفشل قلنا لك عنوان ما قال حازم عياد في السبيل وبقول لم تنجح العقوبات الامريكية في اخضاع تركيا لرؤى اليمين الامريكي المتعصب لم تنجح من فضل الله وحافظ عنه جهة السياسي والاقتصاد المستقل وامريكا ما كفهاش الفشل الذي احرزته في الجولة الاولى قادها الاحباط والعجز الى ان تأخذ خطوات اخرى في حرب تركيا وكانت دائما تأتي العاقبة لصالح تركيا والليرة التركية والاصطفاف الاتراك حول حكومتهم ورئيسهم الى اخر مما جعل فشل ترامب وفشل امريكا مضاعفا وتعبير اخونا بيقول امريكا تصر على الفشل بينما تركيا تجني المزيد من المكاسب ثم يعني المواجهة الاخيرة جعلت كل المستضعفين في الارض يلتفون حول تركيا وقيادة تركيا مش بس الشعب التركي يعني وين ما في مكسيك وغير مكسيك ممن ترجم عليهم امريكا التفوا حول موقف تركيا ورئيس تركيا انصارت املا لكل المستضعفين هذه الدولة اخواني قصة تركية قصة قلت لكم الاستاذ فاروق بدران عامل كتيب صغير بس مهم جدا جدا كلمت عنه من قبل وبعيد الكلام هذا وقته عشان تقرأ التجربة التركية موجز التجربة التركية شوف اتى ترك حارب الاسلام حرب لصالح الاسلام لا لصالح الشعب التركي لا لصالح مين لصالح الاستعمار مصطفى كمال والله له مصطفى ولا كمال ولا علاقة بالترك يهودي من الدون ما من سالونيك باليونان دون الحي سكنوا واقرأ اخوان احنا مشكلة لا من اقرأش في كتاب من مجلدين بهالحجم ثلاث مدن هيك اسمه مجلدين بهالحجم كل مجلد ثلاث مدن مؤلف فرنسي تعبان على كتابه هائل نقول هذا الحي من اليهود تظاهروا بالاسلام لكنهم بقوا يهودا هذا مش بتكلم شيخ درويش مخطب جمعة قاعد مش محضر لا لا هذا بحث دوثائق بيرجوع الى مصادر ومراجع الخلاصة اللي من هذا الحي مصطفى كمال اتى ترك يهودي حربوا على الاسلام مش طبيعي ولاحظ في الترك الان بقولش محمد مهمة ما في حاء ما في دال آه طب ما هو الحرف في التركي ديتش ديتش يعني ألماني الحرف في التركي آه ألمانيا طب ما دام ألماني فيه ديتش أول كلمة في ألمانيا دي شلط دي ليه والحاء يسمى محمد مهمة أشهد أن مهمة رسول الله طبعا تركبوا المحمدا لكن هو أبدو الفضها بالطريقة التركية مهمة كثير درسنا طول أهمة 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 مهمة أنت لاحظ المسلسلات مهمة فلان مهمة محمد ألغى حرف الدال وحرف الدال للحاء لك فكر فيها سم محمد يا الله حتى ما يظل يسمع كلمة محمد يا ناس متى نسحة مصطفى كمال صلم يعبد حتى الآن عند فريق من العلمانيين شفت يا أبوي العلماني بتود لي وين إذا الحرب على اليرى التركية مفروض أنها تفتح أفاقنا أنه بيحاول بيحاول أردوغان يعيد للأمة التركية جذورها وأصولها آه آه شو مالك بسم الله الرحمن الرحيم آه تكون تراجعون للإسلام أهلا وانت خايف لي وحسنان لي مددايق لي الإسلام يعني منهج رب العالمين لا يصلح ويصلح مصطفى كمال اليهودي بإخواننا ترى العلمانيين عندنا في البلد اللي هم ماسكين ليش ليش الإعلام والثقاء والثم والكل فاهم على الكل نتلخم على البعضين ولو إيش بتلخم ضد تركية بالمطلق إقرأ جرى جرى يدنا وشوف توجهات الكتاب إيه كله ضد تركية استثنت سبيل طبعا تعزف خارج السيرب لأنه مش الموضوع من أن تركيا حاولت أنه صفر مشاكل مع العالم العربي واللي كان وزير خارجي اللي وضع هذا الشعار من طلابي أحمد داود أغلو من فضل الله نعتز به والله كان يقعد بمكتبه ووضع خنفر وبعض الإخوة الآخرين من المهم أصبح رئيس وزراء تركية من فضل وزير خارجي ثم رئيس وزراء من أنجح رؤساء الوزارات ووضع شعار مع العالم العربي صفر مشاكل ومشي وزارة البلد الأعرابي بلدا بلدا والبلاد العربي دير ظهرها بتناش نفتح معاك وعلاقا يا عم انتو كي لأنه احنا بنزم بميزان آه يكمل بميزان مصلحتنا الخاصة الله خشعنا أمام إخلاصكم للمصالح الخاصة أمو نصيحة المعلم مش مصالحنا الخاصة المعلم بقولك تركيا ناو 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 وإحنا بنلتزم منتهى البساطة منتهى البساطة وحتى البلاد اللي راحوا على تركيا وجاروا تركيا وردوا داروا ظهروا من تركيا قطر واقفة مع تركيا آه الخونا مع بعض والله أموه ذو البلدين أنظف بلدين يعني لك مصالح أمو احنا من فضل في وقل المصالح ارمي وراك من فضل الله لا مصلحة لنا إلا هذا الدين مش تجار أمو حجي احنا مش تجار يا حجي مش بيعين كلام من فضل الله لا لا تقول لي مصالح والله ما نقول إلا ما نعتقد ومن فضل الله من هذا الكلام ما غيرناش من ما طلعنا على وجه الأرضنا اليوم كلمتنا وحدة موقفنا واحد لا بيعنا ولا اشترينا أنا عن جي آخر العمر نبيع ونشتري لا يا حجي بنبيعش مواقف هذا مواقف يمليها علينا القناعات الصادرة عن تفكيرنا وعن ديننا نخطئ نعم نخطئ لكن الخطأ شيء وبيع النفس للآخرين شيء آخر نخطئ نعم لكن من فضل الله خلاص فهمنا طيح إذن أمريكا وحلفائها المستائين من سياسات تركيا وجدوا في المواجهة الأخيرة فرصة لمعاقبة وتحدي الإدارة الأمريكية كل المستائين من أمريكا فرصة أنهم لقوا قدامهم واحد تتحدى أمريكا فشجعت الآخرين على التحدي والمعركة بالتالي عم تتسع والناطقة الأمريكية تتكلم عن أنه يعني تركيا محتجزة قسيس أمريكي وإحنا مضايقين جدا فصحفي فاجأها بسؤال صعقها صعقا قالها هذه المتينة قالها الإسرائيل اعتقلت عشرين أمريكي معنكيش خبر معلقتوش عليهم برونسون عليه قضايا محددة تجسس وهذا ضابط استخبارات عسكري وقالكم مستعدين يتبادل معه مع قولن وقالكم لا يتبادلش بينما إسرائيل لم تراجعوها وعشرين اعتقلت طبعا كل فلسطين ومصر أمريكي تسومهم سوء العذاب أعرف والله من خلال زياراتنا لأمريكا أيام ما كانوا يسمحوننا بالله المهم مجموعة من أحبابنا اللي كان يجعل بلده رمالله أو بلده جنين أو غيره إذا كان متدين أو محسوب على المسلمين يتمرمط أمريكا باسبورت قال له بلا أمريكا باسبورت بلا زفت فلسطيني بالضل طبعا هذا لو كان مش مع إسرائيل بتقيم الدنيا إسرائيل بتقيم أمريكا لكن لأنه قدام إسرائيل بصير ترامب قد للفارد الصغير هل قد وفيه الضخم قدام إسرائيل وبوتين قدام إثنين هلنه بصير فارد بهذا الحجم فالصحفي سكتت ما فيه جواب قال له في عشرين وشومسكي بقول الفلسطيني من من حمل هذه الجوازات الأمريكية يسام الخسف والامتهان والاحتقار وأمريكا لا تعلق ليش يا أمريكا شومسكي ضد الصهيونية معنى يهودي وضد الإمبريالية والرأسمالية طبعا سيقول لبعض المتشنجين هاندي نتمد من يهودي ضد الصهيونية شو أقول لك نستعين بكلامه ولا لا بلا إخواني دعكم من هذا التشدد اللي في غير محله إذن أمريكا عم تخسر من فضل الله في حربة مع تركيا وتركيا عم تكسب كل يوم أنصار وقطر البند الصغير لكنه والله بمواغفو كبير أنا يبدفعو لكم حجي حجي ابلع كلامك ابلع كلامك وضبه ما في أحد من فضل الله يجرؤ أنه يفاصلنا ويساومنا ورجينا وجه اللي ممكن يفاصلنا ويساومنا اسمعنا بعينه من فضل الله مش مش للمساومة والبيعن إحنا إلا نتكلم ما نعتقد لا إحنا محتاجين لا قطر ولا غير قطر ولا تركيا ولا نزور لا هاي ولا هاي عشان رايحك يعني عشان نحن رايحين نحن مش مش خارجين من هالبلد أبد إلى لحد هالبلد المحيا محيا هذا البلد والممات في هذا البلد لن نغادر ولا يوم إن شاء الله ناش مكافأة لا من أحد ولا من غير قطر ولا غير قطر ما بنقول كلمة الحق لما يستثمر خمسة عشر مليار في تركيا هو بيفهم أنه أمر الحصار مش من شهور الدول الحصار بالأمر من ترامب حاصروا قطر فاطنعنا ننشد قل له علم قطر علمتوها بالله علم قطر إنه قطر في خطر طب علموا إسرائيل يا مدام في هالمراجل عندنا علم إسرائيل نشوده زي هيك سمعونا كلام حلو إن ننقذ الأغصى من اليد الآثمة نحكو زي هيك إنما علم قطر عيب يعني مرجلتك على أخوك عار نرجع لموضوعنا الحرب على الليرة التركية إذن محطة الحرة مثل ما بقول الكاتب عياد جايبين في موسم الحج مناقش علمانيين عرب يعني المسلمين يقدسون الحجر الأسود كعبادة الأوثان الحرة الحرة مش حرة الحرة عميلة لأمريكا صناعة أمريكية حجي والمتكلمون أراب عرب المتكلمون عرب لكن باعوا ضميرهم للشيطان بناخش الحجر الأسود يقدسه العرب تخديس الوثنيين للأوثان تخسأ تخسأ علمنا ديننا وفاروقنا العظيم والمصطفى من قبل لما الفاروق قال له والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك عشان أعلم الناس ومن فضل الله الحجر عمري ما حرصت أن أزاحم ولا غيره أشير مع المشيرين من بعيد عمري ما حرصت أني أزاحم وحنوه عدي مش تقديس من هنا تبدأ الطواف نقطة بس يعني ولا تقديس ولا نعبد إلا الله عز وجل مع المؤمن عرف الله بيعبد حجر يا محطة الحرة أنتوا لعم تعبدوا الحجارة وكل بيت حاطلي كمثال العذر عباب البيت لو إيش قال هذا اعتقادات الآخرين لا تدخل فيها لمش متدخل أنا عم برد عليكم تعبد التهمون وإحنا وثنيين أقول لك السلام ثمك لا أدفع عن نفسي ما تزعم يا ترامب وهذا في عز الحملة على تركيا يعني عاوزين يحملوا على عقيدتك ودينك ومبادك في الوقت اللي هم عم بحرب اللي يرى تركيا إذا اتضحت الصورة إذا حرب على ديننا والحرة ماشي مع السياسة الأمريكية الاستفزازية وإن شاء الله تقول المعركة إلى فشل أمريكا ولذلك أخواننا بنصر أنه نحن مع تركيا لأن تركيا مع الأمة مع دين الأمة مع قضايا الأمة وهذا حرب على شعائرنا الدينية واتهامنا بالوطنية في عز الحملة على تركيا وحرب على الأغصى والقدس وترامب كل من زنق بيلجأ الاسترداء الصهيونية أنا بدي أسقط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين أنا بدي أوقف نشاط الأونروا شوف كل من زنق ترامب فرجوا على يد من الصهيوني العالمية بيقدمهم قربان قربانا لعيون الصهيوني العالمية أنا معكم ومنكم أنا صهيوني ارحموني احموني أنا صهيوني احموني وأعرف أنه بيمونوا الصهاينة ولذلك يتقرب إلى معبوده ترامب الصهيوني العالمية ونحن تقرب إلى إلهنا العظيم ونقف مع المسلمين في تركيا والقيادة النظيفة في تركيا والحكومة النظيفة في تركيا وفعلا عدالة وبناء وتنمية هؤلاء اسم على مسمى واستقلال حقيقي وجب على كل مسلم أن يكون إلى جانبهم ونكتفي بهذا القدر لهذا اليوم مش نكتفي لأن الوقت انتهى لكن إلى أن نلتقي بكم ودائما نراكم بإذن الله برؤوس مرفوعة وهامات شامخة وعزائم ثابتة أقدام في الأرض راسخة ومعنويات إلى السماء صاعدة همم تلامس السحاب إن شاء الله نستودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة